ياسمين عبدالعزيز اطلق هو فيه ايه؟ مفيش حاجة اسمها مين ساب مين هي فكرة انه مواله بوز يعني انا ما بنفهمش فكرة انا لسبت ولا هي لسبت منعادة انا ما بيبقى في ازمة بيبقى عصر شوية زين عن اللزوم هي ما استحملتش ده فحصلت مشاكل فانا اخترت ان انا عبعد لان انا مقتنعة تماماً سواء رجل اوسط يعني اللي ما يستحملكش في وقت انت اسوء حالاتك ما يستحلكش في احسن حالاتك شهد اول تعليم من احمد العودي بعد طلق الفنان ياسمين عبدالعزيز اول تعليم من الدكتور اشرف زكي على صلح بين ياسمين عبدالعزيز و احمد العودي السلام عليكم لطفاً قبل ان نبدأ لا تنسوا ان تعطروا فامكم بصلاة على النبي ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس مساكم بالخير عندنا ساحب عالمية جوال 14 برو ماكس وساحب عالمية الف جنيه مصري كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناة كورا شراب وتكتب تنفيذ تعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة شهد اول تعليم من احمد العودي بعد طلق الفنان ياسمين عبدالعزيز اعلن نجميان احمد العودي ياسمين عبدالعزيز عن طلقهما يوم امس الثلاثاء وذلك عبر منشورين على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر حسابهما على انستجرام اعلنت الممثلة المصري ياسمين عبدالعزيز عن طلقه من الممثل احمد العودي وكتبت ياسمين عبدالعزيز عبر حسابه على فيسبوك تم اطلاق الرسم بينه وبين احمد وبيننا كل الاحترام والتأدير بداله اعلن احمد العودي في منشور على صفحته على فيسبوك عن الطلق قائلا تم اطلاق الرسمي بينه وبين ياسمين وسيظل بينا كل الاحترام والتقدير والحب والمؤدة وتدول عددا كبيرا من جمهور النجمية خبر انفصال الزوجين معبرين عن اندهاشهم من طلق الثناء الفني خصوصا مع عدم موجود اي بوادر سابقة للخلافات بينهم لكن الامة الاكثر اثارة للجدل هي نبوة خبيدة الابراجة الابنانية لالا عبداللطيف التي توقعت انفصال الصنائي في عام عشرين اربعة وعشرين وعلق احمد العودي على هذه التوقعات حينها بعبارة كذب المنجمون ولو صدقوا مشككا في هذه التنبؤات ورفضا لا تماما اول تعليم من الدكتور اشرف زكي على صلح بين ياسمين عبدالعزيز واحمد العودي نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز قبل طلقها بساعات على خاصية الاستوري بمواقع السؤال انستجرام ان المسرب في الحب دائما خسران حديث ياسمين عبدالعزيز عن الحب والطيبة واعلنت عن منذ قليل ياسمين عبدالعزيز عن خبر انفصاله عن المجمع عودي عبر فيسبوك اللي يرد عليها الاخير بتأكيد خبر الطلاق المسرب في الحب والطيبة خسران وقالت ياسمين عبدالعزيز في استوريا انستجرام امس في اخر كلمات منشرتها قبل الطلاق هي ومعيد ميلادها اكبر درس اتعلمته في حياته ان المسرب بالطيبة والحب دائما خسران وصلا يا سامين عبدالعزيز أعلن الفنان ان اتمين عبدالعزيز عن طلاقо من الفنان انجوز دائما بعد طقاعات من اعلانها خبر طلقوهم عبر صفحة الاسبع بفيسبوك احمد العودي بيننا كل الاحترام والتقدير وأضاف احمد العودي عبر فيسبوك تم الطلاق الرسم بينه وبين ياسمين وسيغل بيننا كل الاحترام والتقدير يشكر ان احمد العودي احتفل امس بأمر بذنان انجوز احمد العزيز dej tjetiva يشكو عبدالعزيز كله فى صحة وانة وسعادة ونجاح شاهد اول تعليم من احمد العوضى بعد اطلاق الفناانة يسمين عبدالعزيز أهللى النجميات احمد العوضى ويسمين عبدالعزيز عن طلاقهما يوم امس الطلاثاء وهذلك عبر من probability على مواقع التواصل الاجتماعي وعب حسابهما على انستجرام أعلنت الممثلة المصري يسمين عبدالعزيز عن طلاعا من الممثل احمد العوضى وكتبت ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها على فيسبوك تم اطلاق الرسمي بينه وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتأدير بدوره أعلن أحمد العواضي في منشور على صفحته على فيسبوك عن اطلاق قائلا تم اطلاق الرسمي بينه وبين ياسمين وسيظل بينا كل الاحترام والتقدير والحب والمؤدة وتداول عدد قائلا تم اطلاق الرسمي بينه وبين ياسمين وسيظل بينا كل الاحترام والتقدير والحب والمؤدة وتداول عددا كبيرا من جمهور النجمين خبر انفصال الزوجين معبرين عن اندهاشهم وانطلق الثناء الفني خصوصا مع عدم موجود اي بوادر سابقة للخلافات بينهم لكن الامر الاكثر اصارة للجدل هي نبوة خبيدة الابراج اللبنانية لالا عبداللطيف التي توقعت انفصال الثناء في عام عام عشرين اربع وعشرين وعلق احمد العوضي على هذه التوقعات حينها بعبارة كذب المنجمون على صدقه مشككا في هذه التنبؤات ورفضا لها تماما اول تعليم من الدكتور اشرف زكي على صلح بين ياسمين عبدالعزيز و احمد العوض نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز قبل طلقها بساعات على خاصية الاستوري بمواقع الصور انستجرام ان المصرف في الحب دائما خسران حديث ياسمين عبدالعزيز عن الحب والطيبة واعلن مع منذ قليل ياسمين عبدالعزيز عن خبر انفصاله عن النجم عوضي عبر فيسبوك ليرد عليها الاخير بتأكيد خبر الطلاق المصرف في الحب والطيبة خسران وقالت ياسمين عبدالعزيز في استوريا انستجرام امس واخر كلمات منشورتها قبل الطلاق يوم عيد ميلادها اكبر درس اتعلمته في حياتي ان المصرف بالطيبة والحب دائما خسران طلق ياسمين عبدالعزيز و احمد العوض اعلن الفنان احمد العوض عن طلاقه من الفنان ياسمين عبدالعزيز بعد دقاق من اعلانها خبر طلاقهما عبر صفحات الرسمية بفيسبوك احمد العوض بيننا كل الاحترام والتقدير واضاف احمد العوض عبر فيسبوك تم الطلاق الرسم بينه وبين ياسمين وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير يصر ان احمد العوض احتفل امس بعيد ميلاد الفنان ياسمين عبدالعزيز حيث وجه لها رسالة عبر الفيسبوك وقائلا كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي والعمر كله في صحة وهنا وسعادة ونجاح شهد اول تعليم من احمد العوض بعد طلاقه الفنان ياسمين عبدالعزيز اعلن نجمان احمد العوض واسمين عبدالعزيز عن طلاقهما يوم امس الثلاثاء وذلك عبر منشورين على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر حسابهما على انستجرام اعلنت الممثلة المصرية ياسمين عبدالعزيز عن طلاقه من الممثل احمد العوض وكتبت ياسمين عبدالعزيز عن مختبع على فيسبوك تم الطلاق الرسم بينه وبين احمد وبيننا كل الاحترام والتقدير ودور اعلن احمد العوض في منشور على صفحته على فيسبوك عن الطلاق قائلا تم الطلاق الرسمي بين وبين ياسمين وسيظل بنا كل الاحترام والتقدير والحب والمؤدة وتدول عددا كبيرا من جمهور النجمين خبر انفصال الزوجين معبرين عن اندهاشهم من طلاق الثناء الفني خصوصا مع عدم موجود اي بواد السابقة للخلافات بينهم لكن الامر الاكثر اثارة للجدل هي نبوة خبيدة الابراج اللبنانية لالا عبداللطيف التي توقعت انفصال الثناء في عام عشرين وعشرين وعلق احمد العوضي على هذه التوقعات حينها بعبارة كذب المنجمون ولو صدقوا مشككا في هذه التنبؤات ورفضا لها تماما اول تعليم من الدكتور اشرف زكي على صلح بين ياسمين عبدالعزيز واحمد العوضي نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز قبل اطلقها بساعات على خاصية الاستوري بموقع الصور انستجرام ان المصرف في الحب دائما خسران حديث ياسمين عبدالعزيز عن الحب والطيبة واعلنت عن مقاليل ياسمين عبدالعزيز عن خبر انفصاله عن النجم عوضي عبر فيسبوك اللي يرد عليها الاخير بتأكيد خبر الطلاق اول انا عزيزي المشاهدين اعتقد اننا وصلنا لمعاد سؤال للحلقة تفتكروا ايه هو السبب الرئيس وراء طلاق الفنانة ياسمين عبدالعزيز من الفنانة احمد العوضي اكتبونا في التعليقات ولو الفيديو عجبتم ما تنسوش اللايك والشير والناس اللي اول مرة تشوفنا هتنسوش تعملوا سبس كبير واتفعلوا الجرس علشان وصلوا لكم كل جديد بنقدموا اول باول وقبل ما انهى الفيديو كالعادة ما تنسوش الصلاة على النبي اشتركوا في القناة